السلام عليكم وبركاته اهلا بكم ابنائي ابناتي طلبات وطلبات والصف الثاني انت السانوي ان شاء الله نبدأ معكم النهاردة حل نمازج او المراجعة النهائية اللي احنا قلنا عليها عايزين نحلها مع بعض وبالتفصيل بازن الله بقدر امكان عشان وقت الفيديو برضو يعني الحاجة اللي مش مستهلة اوي يعني نشتغلها كده مع بعض ان شاء الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اللي مشتركش في قناتنا يشترك نضغط على الجرس نختار كل عشان يوصل لنا كل جديد اولا دي كيمية تانية سنة كيمياء تانية سنة عايزين نحل رقم واحد مع عدد الوربطلات في المستوى ان بيساوي ثلاث ان بيساوي ثلاث يعني ايه؟ يعني انا عندي ان واحد فيها اس ان اتنين فيها اس وبي يبقى ده واحد ده اتنين ده تلاتة اللي هو عاوزه اس وبي ودي نعد ده كم اربطل بقى هنا في اربطل واحد في هنا اربطل واحد في هنا اربطل واحد في هنا تلاتة أربطل دي زيها ثلاثة أربطل يبقى هنا الإجمال ثلاثة وهنا إيه ثلاثة طيب الدي خمسة فيها خمسة إيه أربطل نعد مع بعض نين ثلاثة أربعة خمس واحد نين ثلاثة أربعة خمس يبقى هنا إيه خمس خلاص يبقى الوقت هنا هوت أنا عندي في كم أربطل الاس في واحد خلاص البي فيه تلاتة شوفونا هكتبقيه بالوقت الاس فيه واحد البي فيه تلاتة الدي فيه خمس يبقى واحد وثلاثة اربعة وخمسة كام تسعة ازا الاجابة عندي هتبقى دال طبعا مش هنعدي المكرر احنا بناخد كام اربطال فيه المستوى التالت اهو المستوى التالت اهو ده اللي احنا عايزين نعدي نعدي كده تان هنا واحد هنا تلاتة هنا كام خمسة جمع المستر واحد وثلاثة اربعة وخمسة ايه التسعة يبقى انا افكر بطريقة سهلة وجميل ده السؤال الاولان السؤال التاني لماذا لماذا لا توجد قيم للسالبية الكهربية العناصر التي اعدادها الزرية عارفين عدد زر اتنين وعشرة وتمنتاشر دي عناصر خاملة عناصر خاملة ازا ليس فيها اه سالبية كهربية الاجابة النموذجية في رقم اتنين لان مستوى الاخر مستقر يعني ايه مستقر اتنين تمانية تمانية بالتوزيع القديم اذا مستقر اتنين تمانية مستقر اتنين ليس فيما فيها شالث اتنين الالكتروني ومستقر هذه هاليوا القسيب يبقى الوقت اي واحدة فيهم انا اقول الإجابة لانه تركيبها الالكتروني مستقر نجي برقم تلاتي اس сказ اي من الانتقالات الاتية لالالكترون زرة الهيدروجين تكون مصحوبة بانطلاق اكبر قدر من الطاقة كلما اقتربنا من النواة مش اعردني السؤال كلما اقتربنا من النواة طب ايه يا لما نقترب من النواة لما نقترب من النواة هنقول مقدار الطاقة هيبقى عالي خلاص صحيح كلما بنبعد كلما المسافة بتقل ولكن مقدار الطاقة ايه بيزيد ازا انا عندي الاجابة هتكون ايه هنا رقم تلاتة من اتنين لواحد من اتنين الى واحد يبقى اجابة تلاتة هتبقى ايه اه جي من اللي هي سي يعني بالانجلش سي خلاص يبقى ديه كده بالنسبة للتلاتة ايه اسأل طيب نيجي السؤال الرابط مواجه التشابه بين زرة الفلس ام سؤال زي ده يعني ظاهره اللي هو صعب ولكن سهل ايه التشابه ما بين الام كزرة والتشابه ما بين الايون اللي فقط تلاتة نجيبها بالعربي كده الامونيوم زرة تلاتتاشر وزع كده اتنين تمانية تلاتة طيب هنا انت ملاحظين زرة الامونيوم فيها موجب تلاتتاشر جو بروتون طيب الايون الايون ده هيفقد التلاتة اهو يبقى الوقت هنا نهايته كام اتنين تمانية هل الشحنة بتاعت النواة تغيرت لا طبعا ظلت كما هي ولكن التغير في الالكترونات في الالكترونات نقول تلقوا هنوضح هنوضح حاجات كتيرة ان شاء الله بس اعزي مشاهدات اكتر من كده لانه ما يصحش المشاهدات اللي جات على الفيديوهات كده هتخلينا ما نكملش يعني اشوف سنة من السنوات اللي فيها شغل اللي فيها معلش هتقول هي مصلحتة كمصدر لا معلش كلنا نساعد بعض كلنا ندعم بعض مش محتاجين خلاص نشوف اه مرحلة تانية من المراحل يبقى هنا كده خلصنا رقم اربعة واني اجبتها ايه جي تعالوا رقم خمسة خمسة بيقول لي ايه اي من التراكيب الاتية اي من التراكيب الاتية ازبط بس الكاميرا بعد اوزنكم تمام يقول لي اي من التراكيب الالكترونية الاتية يكون فيها الالكترونين مفرادين يطرى ان هه اللي ممكن يبقى فيه الالكترونين مفرادين اولا ايه حكاية الالكترونين مفرادين اولا لو بصنا كده بالراحة ده بي وده بي وده بي وده اس اولا ده ما فيش الالكترونات مفرادة هنا مفيش الوكترونات مفردة يبقى استباد اوة بي نفكر ازاي مع بعض يبقى كده رقم خمسة رقم خمسة احنا قلنا ده نصف ممتلأ اذا مفيش الوكترونات مفردة مفيش اتنين الوكترون مفردين خلاص هنا تعتبر مكتملة خلاص مفيش حاجة مفردة يعني هنا الخمسة خلاص في واحد بس ايه مفرد نفصر هذا الكلام انا عندي البي بصوا كلها الخمسة الوكترون الوحد مفرد المهم الاجابة هنا عشان الوقت هتبقى سيه وليه سيه مصدر لان البي فيها اربع الوكترونات بس وطبعا واحد بس المزدوج والاثنين ايه فرادة حسب قاعدة ايه هوند يبقى الوقت هنا الاثنين فاق الوكتروني المفردين يبقى دي رقم ايه خمسة نيجي برقم سكة رقم سكة بتقول بتقول اي من العناصر الاتية تنطلق من زراته اكبر قدرة من الطاقة عندما تكتسب الوكترونة في الحالة الغازية دي معناها الميل الالكتروني نعرفين ميل الالكتروني بيقل في هذا لاتجاه وبيقل في هذا الاتجاه يا مسطر ايبقى دي اسمه ميل الالكتروني والميل الالكتروني خلاص ضابة عن طاقة اي ما احنا قلنا خلاص غير جهد التقاين خلق ميل الالكتروني بيازداد في هذا الاتجاه ويقل فيه المجموعة ايبقى يعمة ايه أعطيني كربون وأكسجين كربون ستة وده تماني يبقى كربون وأكسجين الاثنين في نفس الدورة آه ليه الدورة التانية تمام طيب عندي هنا هوت الأكسجين تمانية تمانية وتمانية ستاشر يبقى هناك أبريد هنا تحته وين السيليكون إيه تحته طيب عاستو الآن مستر برضو أولا هنا بتقل يعني إيه بيقل يعني المفروض المفروض اللي عنده طاقة أكتر يعني مثلا أنا هنا بالنسبة للكربون ويه بالنسبة للأكسجين لو بصنا كويس أنا عندي الكابريد تعتبر أكبر طاقة ما يعني بيقول بيقل ولكن في حالتين آه فيهم خصوصية يعني ايه خصوصية يعني الكابريد الكابريد بالرغم من إحنا بنقول يقل يعني المفروض فعلاً الأس هنا تبقى أقل من الأكسجين خلاص والأكسجين المفروض أكبر من الكربون خلاص الكربون هنا مثلاً الكربون لو احنا تكلمني هنا بيقل يعني ايه بيقل يعني السيليكون فعلاً أقل من الكربون يعني الكربون أكبر منين من السيليكون عايز تقول ايه مستر أنا عايز أقول إن الإجابة هتبقى إس اللي هي الكابريد لأن الإس لها حالة خاصة زيها زي الفلور والكولور ركزوا كده نجعل الكتاب تاني الفلور والكولور لهم حالة خاصة في الميل الإلكتروني وبعض الخواص والحجم الزر أيضاً والكابريد نفس الكلام إذن أكثرها أكثرها ميل إلكتروني المفروض ما يبقاش الكابريد مفروض هنا بيقل يعني الأكسجين أعلى من الكابريد لا فينا حالة خاصة بقولها تاني وثالث ورابع دي اسمها حالة خاصة من حالات اللي احنا نسجلها عندنا في الكراسة أو في الكاشكول إذن ستة الإجابات بقى إيه دائم اللي هي الكابريد إس رقم سبعة لأن في بعض ناس ما زالوا تلخططهم في عملية الأكسادة والاختزال طبعاً في قاعدة بتقول أولاً ما فيش ولاحدة من دي فيها عملية أكسادة واختزال هنا الإجابة هتبقى سيحي بس عشان أختصر معك وأقول لكم الفكر أي تفاعلات إحلال مزدوج بتاع تلتأه دادي لو فاكرين همش فاكرين هنفكر نفساً إيه هو إحلال مزدوج فيها أنا عندي حمضة مع قلوين هدي معادل عندي حمضة مع ملح هدي معادل التاني عندي ملح مع ملح هما دول تلاتة خلاص بس تلاتة من الحاجات المهمة اللي احنا نسميها إيه إحلال مزدوج وده هي لا يحدث فيها أكسادة ولا اختزال لا يحدث فيها أكسادة أو اختزال إذن الإجابة هتبقى حرف سي عشان الوقت بس تعال بقى رقم تمانية كده سرعة رقم تمانية أي من الاختيارات تتعارض مع مبدأ البناء التصعودي عارفين مبدأ البناء التصعودي إيه هو تملأ أو تملأ باست خلاص زاد الطاقة الأقل أولا يعني المفروض تملأ تملأ مش يبقى فها فرد في الأول خد باركو ده مبدأ دي براولي يتعارض معه ولكن هو دابل هنا مبدأ البناء التصعودي بس إذن هنا التمانية هتبقى حرف إيه تسعة جايب لك واحدة بنت خلتها توقمها اللي كنت لسه بتكلم عن باول للوقتي يبقى قاعدة باولي اللي هتنطبق على بي اللي فيها اتنين إلكترون لهم نفس الاتجاه يبقى تسعة هتبقى حرف إيه بي حاجات مش مستهلة كلام كتير بسرعة عشان وقت رقم عشرة عشرة تتشابه نظائر العنصر الواحد في العدد الزري وتختلف في العدد وتداد كلام جميل ده النظائر صح تختلف هذه الحقيقة مع مسلمات النظرية الزرية للعالم طبعا تومسون يبقى عشرة هتبقى داب عشرة تبقى إيه داب ودبالكم الألفاظ اللي هي تتعارض أو تتطفق عشان ما نطلح باش نيجي للسؤال رقم حداشر رقم حداشر بيقول لي رقم حداشر تاريخ تاريخ إثبات وجود النواة تاريخ إثبات وجود النواة حداشر تاريخ استعجل شوية برضو عشان في الناس الفيديو طويل يا مستر معنا إن شاء الله يسمحهم بقى حداشر تاريخ إثبات وجود نواة بزرة العنصر يعود إلى ما بعد العالم طبعا إيه تومسون برضو إلى ما بعد إلى ما بعد العالم تومسون رقم إثناشر أي من الاختيارات المقابلة تعبر عن مجموعة أعداد كم غير محتملة للإلكترون غير محتملة يعني يعني بمجرد الشبه كده لو أنا قلت بصوا كده دي هي الإجابة دي بس أعزين نعرف إزاي بص رلات هنا عندي الإن بتسوي إيه خمس كلام جميل تابع الإل 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 إلي هنا عمل هالي إثنين يعني إيه إثنين إنت عارفين إل واحد يعني بيه إثنين يعني دي هالي دي فيها مجب ثلاثة لا يبقى دي الإجابة الصح رقم تلات تاشر رقم تلات تاشر أنصر كلور يكون أربعة أحماض أكسوجينية قوية أكسوجينية عادية خلاص ولكن في الآخر يبدأ يقول لي حكاية الإيه قوية أو الضعيف طيب نعمل الإيه رقم تلات تاشر بيجي يقول لي بقى كده عايز مع عدد تأكسر كلور في أقوى زي الأحماض ما هي أقوى زي الأحماض أنا عند الأحماض اللي عند دي كلها الأقوى الوال هيدرو أو البيروكلوري البيروكلوريك يا جماعة معمولة بالنص طيب نعرف أنه قوى منين برضو ما بسرعة كده مش هتاخد وقت خلاص نعرف أنه قوى ولا ضعيف منين رقم تلات تاشر قلنا نعرف حمضة بيروكلوريك قوى ازاي اختبار الحمضية اللي هو الأحماض الأكسجينية أنا عندي اكلور هنا اتش واحدة هتاخد ايه أكسجين ما تبقى كم من الأربعة تلات يبقى أنا عندي هنا كم زرعة أكسجين حرة تلاتة يبقى دا أقواهم طب أنا أول معلومة دي أقواه هل هو عايز أقواهم لا عايز عدد تأكسد بتاع عدد تأكسد بنحسبها ببساطة شديدة جدا خلاص اتنين فاربعة بتمانية خلاص زائد كولور زي ما هو هنا زائد ايه واحد هنا الهايدروجين بالموجب والأكسجين بالايه بالسالب خلاص يعني بيساوي صفر ازا الكلور هيساوي كام تمانية هتخرج برة بالموجب والموجب واحد بالسالب يبقى موجب ايه سابعة ازا الاجابة هتبقى حرف ايه نيجي رقم اربعتاشر رقم اربعتاشر بيقول لي ما اعداد الكم ما اعداد الكم للالكترون السامن في زرة الاكسجين الالكترون سامن في زرة الاكسجين احنا عرفين الاكسجين اتنين اه 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 يبقى اتنين واتنين اربعة بي وقف شوية اقف شوية لاننا هنا هقول اتنين واتنين اربعة يبقى بقى كام اربعة يعني مستر A يعني ال B أنا عند الوضع كده فيه أربع إلكترون خلاص أهوت و الثامن أي بيحصل الزوال خلاص يبقى كده في الحالة دي واحد اثنين ثلاثة الرابع اللي هو هنا عندنا يبقى معنى كده إن الكلام ده ينطبق على رقم واحد ليه رقم واحد يا مستر لإن فيه عندي عدد المستويات الطاقة اثنين خلاص ما هو ده اثنين وهنا اثنين وهنا اثنين تمام طب الال هنا واحد آه الال هنا واحد تمام طب الال هنا واحد يا مستر تمام تعال نشوف الباق الام ال بسالب واحد عندك آآ كلام آه دي هنا زيرو هنا سالب وان هنا مجب ايه وان يبقى دي تابع مين الحرف الايه يبقى أنا عندي هنا ايه رقم اربعتاشر هتبقى ايه نيجي رقم همستاشر أي من مستويات الطاقة الآتية غير موجودة فعليا فيه المستويات الطاقة اللي غير موجودة مفيش فيه المستوى التالت على طول كده مستر يبقى عندي حرف دي نحن قلنا الحاجة اللي مش مستاهلة كلام كتير نعم اللي نحن قلنا الحاجة تعال كده رقم ستاشر ستاشر اي من الالكترونات التكافؤ اي من الالكترونات التكافؤ الاتية تتأثر باكبر شحنة فعالة نووية بالعقل شحنة نووية فعالة يعني بتأثر على الالكترونات وتأثر على الالكترونات اي من هما يتأثر ده المستوى الرابع ده المستوى الرابع ده المستوى الرابع برضو لاني بيبدأ فيه تلاتة دي يبقى عندي هنا اتنين بي يبقى عندي الاجابة تبقى ايه دي نيجي سبعتاش لانها تبقى قريبة من نووية فشحنة الفعال النووية الفعالة تبقى ايه كبير الالكترون له اعداد كم الالكترون له اعداد الكم المقابلة فيه عنده اعداد كم واضحة من المستوى الفرعي الذي يقع في هذا الالكترون طيب ما تيجي نعملو كده مع بعض رقم سبعتاشر رقم سبعتاشر طيب نعملها ازاي يبقى عندي هنا سبعتاشر فكرتها او فكر فيها ازاي انا عندي نحسبها كده بالراحة بقوله من المستوى الفرع الذي يقع فيه هذا الالكترون اعداد تكمل اللي عندي كده نفسرها كده مع بعض اربعة ان يبقى اربعة الال بيسوا حد يعني اربعة بي تمام يبقى الوقت هنا بدأنا يعني نفتح كلام فين الاربعة بي هنا من غير ما نكمل بقى حاجة ايه اربعة بي يبقى عندي ديت حرف البي طيب تعالوا تمنتاشر ما زوج العناصر ما زوج العناصر تمنتاشر ما زوج العناصر الذي يقع فيه دورة واحدة من دورات الجدول الدوري طبعا هو هنا عمل لي على اساس اوبن بوك او العاد الزري المهم عشان وقت الفيديو هتلاقيه بيه اللي هو كلسم والاي والخرصين شمانع مستر دي تلاتين ودي ايه اشرين اولا دي الان بتساوي اربعة وانا هنا عندي الان بتساوي ايه اربعة لو فتحت الكتاب هتلاقي ده اخر عنصر في الانتقالية في الانتقالية وده هوت اتنين ايه خلاص اتنين ايه وعندي داسمو ايه المجمع الرأسي وانا عندي الدورة الرابعة يبقى هنا الدورة الرابعة هنا الدورة الرابعة ده عنصر انتقالي يعني هنتهي بتلاتة دي ايه عشرة المهم تمنتاشر هتبقى بيه تعالوا بقى رقم تساعتاشر بيقول لي اقصى اقصى قيمة لام اللي الالكترون في مستوطق الرابع ما هو الشيء طبيعي الرابع يعني هيبقى فيه الدي الدي في خمسة ثلاثة اربعة خمس هنا زيرو خلاص انا عندي هنا فيه المستوى الرابع فيه اف انا عندي الرابع اس وبي ودي واف يبقى الاف انا عندي كام ادي خمسة ستة سبعة يبقى الاف كاما اولاد هنا زيرو خلاص هنا سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة هنا موجب واحد موجب اتنين موجب ثلاثة هو ده الكلام يبقى انا عايز عندي ايه الرقم تسعة عشر هتبقى حرف ايه نيجي رقم عشرين واخر سؤال عطي المقطع من الجدول وبيقول لي اي من المناطق الموضحة بالشكل يمكن ان يتواجد علي عنصر لا يوصل الطيار الكهربي ويتواجد في صورة جزيء شئ طبيعي عناصر ال ايه الهالوجينات يعني حرف سي كتابة محلا يبقى رقم عشرين هتبقى ايه خلاص يبقى ده كان اخر حاجة النهاردة في الفيديو النهاردة بتاع الكيميا تانية سنوي طبعا الواتس في ناس حلوا فعلا وبدأوا يبعتهم وحكاية الانتظار زي ما قلنا ما فيش مشكلة لاننا يعني في معظم الوقت يا اما تصوير يا اما زوم يا اما شغل ايه مع بعض ناس كده ان شاء الله يبقى الوقت هنا عندنا حلنا النموذج اللي انا بعتبره من اقوى نمازج الكيميا في تانية سنوي هو ساهل مش عشان كده بقوله صعب ولا حاجة ولكن في افكار في مجموعة افكار كويس مصدر مصدفة رجب يحيييكم مدينة الدنيات الجديدة وقبل ما خلص الفيديو انا عايز برضو ايه عشان الناس اللي ما تمكنتش من ان تبص كويس جدا على الفيديو من الاول اهو بسرعة واحد اتنين ثلاثة اهو اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يبقى كده لغة عشر نيجي حداشر حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين اشوفكم على خير مصدر مصدفة رجب يحيييكم مدينة الدنيات الجديدة الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته